وقعت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة وذلك في إطار التعاون الدائم بين التنسقية والجامعة لخدمة الطلاب يتضمن البروتوكول العديد من أوجه التعاون من حيث البرامج البحثية ومراكز التدريب لتخريج جيل واع بقضايا المجتمع ولتعزيز الهوية المصرية بين الخريجين وبناء الوعي لدى الإنسان في إطار تعاون يهدف إلى تكوين جيل يتمتع بوعي وطني ووعي قومي في مواجهة التحديات المختلفة خاصة أن التحديات العالمية والإقليمية تزداد يوما بعد يوم ومن ثم علينا أن نتحد جميعا تحت مظلة الوطن من أجل توعية الشباب بأهمية القضايا المختلفة التي تتعلق بالتنمية والتحديات والأخطار التي تحيط بهذا الإقليم ومن ثم نحن نلتقي أيضا على أرضية من خدمة المواطنين وأصحاب الحاجات شهادنا توقيع بورتوكول تعاون ما بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وما بين جامعة القاهرة والحقيقة طبعا ده يعد البرتوكول الثامن اللي بتقوم التنسيقية بتوقيعه مع الجهات والهيئات والمسلسة المختلفة في بلدنا لكن يعد الأول من نوعه مع الجامعات المصرية أول جامعة هي جامعة القاهرة اللي عملنا معها بورتوكول تعاون اللي بيهدف بشكل أساسي التنسيق الدائم ما بين التنسيقية وما بين الجامعة بهدف المشاركة في البرامج اللي بتقوم بها الجامعة بعد نجاح اندمام عدد من أعضاء التنسيقية للبرلمان بغرفتين واب وسيوخ قررنا أننا نعمل مجموعة من البرتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ابتدناها بعدد من الوزارات والهيئات المختلفة واللي كانت بتحتك بشكل كبير أو بتمس بشكل كبير الأجندة التنسيقية التشريعية في مرحلة لاحقة لقينا أنه ضروري جدا نفتح مجالات تواصل أكتر وكنوات تواصل أكتر مع فئة الشباب تحديدا واللي احنا بنعبر عن نفسنا نحنا بننتمي لها طبعا البرتوكول هو ليه أهمية خاصة الحقيقة لأنه أول البرتوكول يتم بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبين جامعة القاهرة التنسيقية سابق وكان ليها أكتر من البرتوكول مع أكتر من الوزارة ولكن ده أول مرة يتم مع طبعا أهم جامعة في مصر وفي الشرق الأوسط يا جامعة القاهرة وده الحقيقة ليه هدف كبير جدا وهو الوصول للشريحة الكبيرة الموجودة في الجامعة من الشباب